بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في رحاب سورة الجن ووصلنا إلى قول الله تعالى قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا هذه الآية العظيمة جاءت بعد قول الله تعالى فيما أخبر في سورة الجن قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا أي أنه لا أملك ضرا ولا رشدا لنفسي وكذلك لا أملك ضرا ولا رشدا لكم فلما أثبت كما ذكر أهل التفسير قالوا لما أثبت العجز في نفسه في قضية أنه كأنه يقول أي أنه أنا لن يجيرني من الله أحد لو خالفت أمره أو ابتعدت عن أمر الدعوة ولذلك نلاحظ أن الآية بعدها استثنى بماذا استثنى الإجارة من ماذا قال إلا بلاغا من الله إلا أن أبلغ ما أمر الله به فذلك هو إجارتي من الله إلا الله كلفني بهذا الأمر وألزمني به فلو قصرت فيه فإنه لن ينفعني أحد من الإنس والجن فكلهم تحت قدرة الله وتحت أمره وتحت سيطرته فلن يجيرني من الله أحد وجاءت كلمة الله لأن كلمة الإجارة غالبا فيها معنى ماذا الحماية والمنعة يعني فلان أجار فلان ولبضة الإجارة كان لها معنى عظيم عند العرب يعني تعرف ما معنى الإجارة ويعني قصص العرب والمواقف التاريخ كثيرة جدا في مواقف أنه ربما يجير الرجل يعني من دخل بيته يعني حتى لو كان قاتل أبيه يعني كما حدث مع بعض أمراء بني أمية عندما دخل دارا وتبين أن صاحب الدار يبحث عنه نفسه كان أميرا من أمراء بني أمية ولما علم ذلك وعلم أن ذلك الذي يجيره في بيته هو الذي يطلبه ويطلب دمه قال أعطاه فرسا وأعطاه مالا قال إني أخشى أن أخفر إجارتي لك فاخرج لعل الشيطان يغلبني عليك فأقتلك فكان العرب يفهمون هذا المعنى حقيقة أنه كان متجذر فيهم بل حتى كانوا يجيرون الحيوان الذي يدخل يعني في إجارتهم أو في بيتهم كهذا العرابي الذي كان يعني دخل على بيته ضبع فارتمى في خيمته وكان يطلبه بعض الفرسان فلما وصلوا إلى الخيمة وأراد الدخول عليه يقول خرج واستل سيفه وقال والله لا تصلون إليه إلا بعد قتله يعني استجاربي ودخل بيتي والقصة معروفة عندما فيما بعد أكله الضبع وقتله نعم المقصد من كلام أن العرب يعني كانت تعرف ما معنى الإجارة حتى يعني مما عرف عند العرب في الجاهلية هذا الذي أجار الجراد يعني سرب من الجراد نزل قرب بيته فرأى القوم مسرعين إلى تجاه بيته فقال ما لكم؟ قالوا نريد جارك قال ومن جاري؟ قالوا سرب من الجراد نزل قرب ذلك قال أما أنكم قلتم أنه جاري فوالله لا تصلون إليه يعني مجرد أنه ذكرتم أنه نزل بي جوالي فلن تصل إليه وكان يسمى مجير الجراد يعني وهذا الأمر معروف عند العرب المقصد من كلامنا أنه لما جاءت هنا يجيرني من الله الإجارة كان معناها عظيم ولذلك تحتاج منع وقوة وذلك جاءت لفظة الله التي تناسب المعنى الذي فيه شدة وقوة لن يجيرني من الله أحد ليس هناك أحد وجاءت هنا أحد ومعروف أنه إذا جاءت في النفي يعني استغرقت جميع أفراد الجنس كما يعني قل هو الله أحد الله الصمد يعني الله أحد ليس هناك معه ثاني نعم قال ولن أجد من دونه ملتحدا ولن أجد من يعني الملتحد الملتحد قالوا كما ذكر السد وغيره قالوا الملتحد هو السرب في الأرض وقالوا اللحد هو ما يحفر في ميلان من القبر ولذلك دعوا الذين يلحدون في أسمائه يلحدون بأسماء الله يعني ماذا قال يميلون عن أسمائه إما بتشبيهها ببعض المخلوقات أو إنزال تلك المعاني على بعض المخلوقات أو أنهم يميلون بنفي الأسماء والصفات عن الله سبحانه وتعالى قال لن أجد من دونه ملتحدا لن أجد ملجأا كما ورد عن السد وقتادة وابن عباس ومجاهد وغيرهم قالوا إما نصيرا إما مؤازرا إما ملجأا إما ناصرا كلها هذه المعاني جاءت في ملتحدة أي أنه لن أجد شيئا أميل إليه وأركن إليه إلا إلى ربي ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه كان يدعو أنه لولا تكني إلى نفسي طرفة عين أي أنه ما كان يريد أن يعتمد على نفسه ولا يميل إلى أحد من الخلق طرفة عين كم هذه طرفة العين هذه أقصر ما يكون عند العرب التي كانوا يعني يوقتون بها الوقت فقال يعني ولا تكني إلى نفسي طرفة عين لعلمه الحقيقي صلى الله عليه وسلم أن الأمر كله بيد الله وأنه لا مجير ولا مانع ولا نافع ولا ضار إلا الله سبحانه وتعالى قال ولن أجد من دونه ملتحدة لن أجد ملجأ ولا نصير ولا مؤازرا ولا شيء أميل إليه ولا مخبأ أختبئ إليه إلا في رحمة الله وفي رضوانه وفي كنفه كما قال يعني سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله هذا الملتحد هذا الملجأ النصير الملجأ كله هذا المعنى جاءت في لفظة ملتحدة وهذا لبياني أنه يعني أنه أنا لا أملك لنفسي هذا فكيف أملك لكم ضرا أو رشدا كما جاءت في الآية التي سبقتها ثم جاءت الآية التي بعدها في بياني ما هو الملتحد وما هو الملجأ والنصير الذي ممكن أن يلجأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم وممكن أن يلجأ إليه أهل الإيمان فيما بعد لو أرادوا أن يلتجئوا ويلجأوا مما هم فيه معلومة أن لاحظوا في قول الله تعالى وففروا إلى الله عادة الإنسان إذا فر أو إذا هرب يهرب ممن يخاف لكن مع الله سبحانه وتعالى تهرب إليه لأنك تخاف منه قال ففروا إلى الله نعم هنا ولن أجد من دونه ملتحدة إلا ماذا جاءت إلا لبيان أن هناك ملتحد وهناك ملجأ ونصير لكن ما هو هذا قال إلا بلاغا إلا بلاغا أي إلا أن أبلغ عن ربي بلاغا وجاءت بلاغا هنا على يعني على معنى على لفظ المصدر لبيان أنه أن أقوم بحقي بكل ما أوجب علي وما أوقعه الله علي وما أوجبه الله علي من حق التبليغ أن أقوم به إلا بلاغا من الله إلا أن أبلغ ما أمرني الله به يعني هذا قد يأتي المصدر بدل الفعل يعني هذا خلق الله أي هذا مخلوق الله وهنا إلا بلاغا أي إلا تبليغا عن الله قال إلا بلاغا والبلاغ هو إيصال الأمر إلى مكان ما يعني أنت تصل الشيء إلى مكان ما أنت بلغته أوصلته كأنه هذا المعنى قال إلا بلاغا من الله أي أنه لا ملجأ من الله إلا إليه كما رجعنا وقلنا قبل قليل نعم قال إلا بلاغا من الله ورسالاته قالوا ورسالاته هنا أي إما أنه على معنى أنه أبلغ على الحرف والدقة كل آية من الآيات فجعل كل آية كل ما ينزل على النبي من آية واحدة هي بلاغ عن الله هي رسالة عن الله سبحانه وتعالى فجاءت رسالاته على هذا المعنى أي على أنه كل آية تكون هي رسالة رسالة يرسلها الله سبحانه وتعالى إلى خلقه وقيل أنه هنا ورسالاته أراد القرآن بما فيه من الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إلا بلاغا من الله ورسالاته هذه هي فقط الملتحد البلاغ والملجأ والنصير هو أن أبلغ عن ربي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني من قال أن النبي أخفى شيء مما أوحي إليه فقد كفر لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يخفي شيء من الرسالة وأن يخفي شيء مما أوحاه الله إليه نعم ربما هناك أشياء يعني كما قال في قول الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى نعم قال هناك يعني أوحى الله إلى عبده ولكن هل كل ما أوحى الله به إلى النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا به قال أهل العلم قال الأمر ينقسم إلى قسمين قسم ما يتعلق بالعباد والرسالة وهذا لا يشك أحد في أن النبي بلغ به بلاغا تاما وأوصله إلينا إيصالا واضحا وتركنا على المحجة البيضاء ليل وهكا نهارها وهذا لا خلاف فيه عند أحد من أهل الإيمان وهناك أشياء أخبرها الله للنبي صلى الله عليه وسلم لكن ما مقصود بها الأمة كان كان مقصود بها النبي نفسه وهذه كانت من أداب الأداب كما قال أدبني ربي فأحسن تأديبي هذا من العلم الذي خصه الله للنبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ليس لتبليغه للأمة وهذا يعني ربما سيقول بعض ومن أين هذا الدليل أو من أين نستشهد أو يعني نعرف أن هذا الكلام له أصل في الصحة نعم النبي عليه الصلاة والسلام جاءته أو كان له مواقف ما علمنا ما علمنا بها لو لأنه النبي هو الذي أخبرنا بها يعني عندما في معركة أحد عندما ألح عليه الصحابة شباب الصحابة الذين أرادوا القتال رضو الله تعالى عليهم خارج المدينة يقول فدخلها فلبس لأمة الحرب ثم خرج فبعض الصحابة ظنوا أو رأوا أنهم استكرهوا النبي عليه الصلاة والسلام أو أنهم أثقلوا عليه في السؤال فقالوا لعلنا استكرهناك يا رسول الله يعني خلص نحن نقاتل في المدينة كما تريد أو نقاتل كما تريد أنت في أي مكان شئت فالنبي ماذا قال؟ قال ما ينبغي أو ما كان لنبي إذا لبي سلامة الحرب أن ينزعها من غير القتال قالوا هذه الكلمة ما كان لنبي أن يفعل كذا هذه ما علمناها إلا لو لا أن النبي هو الذي أخبرنا بها وإلا ما كنا نعلم أنه هذه خصيصة من خصائص الأنبياء أن الأنبياء عليهم إنه إذا فعلوا ذلك أنهم يعني لا يرجعوا في قولهم أو لا يرجعوا في فعلهم هذا بعد أن لبس لأمة الحرب يعني بدلة الحرب ملابس القتال أن ينزعها من غير القتال هذه مسألة ما كنا نعرفها لو لا أن الله أوحى إلى نبيه أن هناك آداب للنبوة وهذا لا يستغرب البعض إخواني فأن البعض من أهل الدنيا عندما يكون سفير أو يكون وزير أو حتى يكون رئيس جمهورية هناك يعني بروتوكولات معينة وأداب معينة تشريفات معينة يعني يعلمون الرئيس كيف يمشي ما ينبغي له أن يقول ما ينبغي له أن لا يقول كيف يستقبل الضيف كيف يأكل كيف كذا خاصا أمام الكاميرات وأمام الضيوف وأمام الناس فإن كان أناس من الدنيا عاديين يعني لهم شيء من المنهج المعين الذي يستعملونه فكيف بأنبياء الله لا شك أن لهم من التأديب ولهم من التعليم ما يليق بمقام النبوة ذلك المقام العظيم الذي يصطفيه الله يصطفي الله من عباده من يشاء ولذلك حتى العلماء قالوا لما سأل موسى الرؤية قال ربي أرني أنظر إليك البعض من الفرق غير أهل السنة قالوا يعني هنا ما كان ينبغي لموسى أن يسأل ذلك لأنه موسى عليه السلام يعني أخطأ في سؤاله ونقول لا أنه لا يمكن لنبي كموسى عليه السلام أن يسأل أمر وهو يعلم أنه هذا الأمر لا يسأل عنه أو يعني كيف يسأله وكيف يطلبه من الله ويعلم أنه هذا لا ينبغي أن يسأله الأنبياء بل أنه يعلم أنه يسأل ولذلك سأله نبي الله موسى عليه السلام وربما بعضكم سيقول إن ماذا تقول في قضية نوح عليه السلام عندما قال الله له أعظك أن تكون من الجاهلين نعم سيدنا نوح إنما اشتبه عليه الأمر قال ربي إني ابني من أهلي أنت وعدتني أني أنا سأنجو أنا وأهلي وابني من أهلي فاشتبه عليه الأمر فقط وإلا هو لا يسأل شيء يعلمه أنه لا يسأل حاش لله وحاش لأنبياء الله من ذلك ولكن اشتبه عليه الأمر في قول الله أنه منجوك وأهلك وأهلك فظن واعتقد أن ابنه أيضا سينجو لأنه من أهله فأخبره الله أنه بعمله الغير صالح قد أخرج من كونه من أهله قال إنه عمل غير صالح لاحظ موقف آخر للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا تبين لنا هذه الأدابة التي تعلمها النبي عليه الصلاة والسلام وما أخبر نبيها لولا أن يعني يكون هناك موقف معين يكشف النبي عن هذا الخلق أو هذا الأدب العظيم الذي أدب به عندما دخل أحد الذين قد النبي أهدر دمه ودخل بشفاعة سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وتشفع له في أن يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر النبي عنه قليلا ثم بعد ذلك عفى عنه فلما خرج قال ما تأخرت عنه حتى أردت أن يقوم أحدكم فيضرب عنقه أنا بعد ما منضيت الأمان فقال بعض الصحابة يا رسول الله هل لا أو مأت لنا يعني فقط لو غمزت لي بعينك أو أشرت لي بعينك فقط حتى أقوم أضرب عنقه فما لا قال عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي للنبي ما ينبغي للنبي أن تكون له خائنة العيون هذا الأمر لا يليق بالأنبياء ولا يفعله الأنبياء لحظ هذا الأمر أيضا ما كنا نعرفه لو لأن النبي أخبرنا به وهكذا يعني حقيقة أنا كان عندي هكذا رسالة لطيفة جمعت فيها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من دقائق الأمور من اللطائف في قضية أنه الذي ينبغي للنبي والذي لا ينبغي له وحقيقة فيها علم دقيق وعلم غزير في معرفة بعض الأشياء التي خصها الله للأنبياء عليهم الصلاة والسلام نعم قال إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله العسيان في أصله نقول عصى فلان إذا امتنع بعصاه إذا امتنع بعصاه نقول العصى يعني في أصل اللغة الذي يحمي العصى ويتقوى بها فكأنه يعني نقول فلان يعصي أو فلان عاصي كأنه امتنع بعصى استقوى بالعصى التي بيده أن يعني يأتي بأمر به استعملت في الأصل لكل من يحمل العصى ثم استعملت على معنى الامتناع عن الفعل نعم فهنا قال ومن يعصي الله ورسوله اختلف العلماء في قضية العسيان هنا ما المراد به هل هو الشرك أم غير الشرك فذهب أهل السنة وجمهور أهل السنة على أن المراد به هنا ومن يعصي الله ورسوله هنا أراد بها الشرك الإشراك بالله سبحانه وتعالى وذهب غير أهل السنة إلى أن هنا الإشراك يعني أعفوا على غير الإشراك إنما المعاصي وحجة أهل السنة قالوا لا لأنه هنا جاءت الوعيد بالخلوط في نار جهنم خالديني فيها أبدا ومعلوم عندنا أنه أهل المعاصي يعني تلحقهم الشفاعة وشفاعة لأهل الكبائر من أمتي وأن أهل المعاصي تلحقهم الشفاعة وإن تابوا وإن استغفروا وحتى إن لم يتوبوا وإن استغفروا وكان لهم بعض المعاصي إنما أمرهم يحالوا أو يكالوا إلى الله سبحانه وتعالى إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم هذا هو الذي عندنا أما عند غيرنا فيقول الله أنه من وقع في أي معصية ولم يتوب من ذلك فإن له نار جهنم خالديني فيها أبدا وهنا سنتكلم عن معنى الخالدين ما هو المقصود في منظور أهل السنة لفظة خالدين وعند غيرهم ماذا سيكون من معنى قال ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم لا شك أن الله سبحانه وتعالى هنا عندما يتوعد بالنار العظيم ونار جهنم وبالعقوبة الشديدة والخلود والتأبيد وغير ذلك من الفاظ الشديدة هذا لا يدل إلا على أن معصية عظيمة وليس هناك معصية وليس هناك ذنب أعظم من الشرك إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ولذلك ظاهر الآية يدل على أنه الكلام عن المعصية كما قلنا هو الشرك المراد بها نعم لأنه ما توعد الله سبحانه وتعالى على الذنوب الأخرى بالخلود والتأبيد في النار نعم قال فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا نحن قلنا أنه هنا الكلام إن كان على الإنس أو الكلام كان عن الجن في قضية الخلود في النار أو العذاب في النار نار جهنم ليست كالنار العادية يعني وذلك البعض يعني وقد ذكرنا مثل هذا قلنا إذا كانت الشياطين خلقت من نار فكيف تعذب بالنار نعم نقول أيضا على السرعة نقول أنه الجن أو الشياطين الآن ليسوا على حالتهم الأصلية يعني كما أن الإنسان أصلهم من طين وهو الآن ليس طين كذلك الجن والشياطين إن كان أصلهم من نار فهم الآن ليسوا نارا إنما هم مخلوق آخر مخلوق قد عدل عن الأصل الذي أوجده الله منهم قال فإن له نار جهنم وجهنم قيل أن كلمة غير عربية قيل أصلها جهنام كما ذكر ذلك يعني قاضي عبد الجبار أيضا وذكر ذلك أيضا الماوردي والرازي وغيرهم من أهل التفسير وذكر ذلك الجواليق أيضا في المعرب والسيوطي قال له نار جهنم خالدين فيها أبدا الخلود يأتي على معنى البقاء البقاء وخالدين على معنى باقين وقد ذكرنا شيء عن ابن عباس عندما سأله نافع من أزرق قال ما معنى خالدين قال باقين قال هل تعرف العرب ذلك قال نعم قال وهل من خالدين إذا هلكنا وهل الموت بين الناس عاروا وغير ذلك من الأدلة التي ساقها ابن عباس في بيان معنى الخلود فالخلود على معنى البقاء أما عند أهل السنة فمعناه على المكث الطويل ليس على التأبيد ومنها أخلد في الأرض إذا أقام فيها إقامة طويلة نعم وذلك لاحظوا الإمام القرطبي في قول الله تعالى واذقلنا لآدم أسكن أنت وزوجك الجنة قال لما قال الله له أسكن علمنا أنه سيخرج لأن السكن يدل على التوقيت أما خلد وأخلد على معنى الالتصاق والبقاء والثبات مدة طويلة قال لخالدين فيها ثم جاءت كلمة أبدا والأبد هي المدة كما يقول الراغب الأبد هي المدة من الزمان التي لا تتجزأ فالعرب لا تقول يعني أبد كذا إنما تقول زمان كذا لأن الأبد هو مدة ممتدة من الزمان لا تتجزأ وهي قريبة من الأمد ولكن الأمد له غاية معلومة يعني الأمد له غاية معلومة والأمد غالب ما يستعمل غالب ما يستعمل للأماكن ثم استعمل في الزمان وسنفصل الكلام عن الأمد في قول الله تعالى يجعل له ربي أمدا نعم سنتكلم عن الأمد لكن هنا دعونا نقف مع لفظة أبدا نعم قالوا الأبد هي المدة الممتدة من الزمان التي لا تتجزأ ومنها سميت الأوابد وهو البقر الوحشي سمي أوابد في لطيفة ذكرها أهل أهل اللغة قالوا لأنه الحيوانات إذا دجنت وإذا استعملت في البيت لربما ألفت أهل الدار أما البقر الوحشي يسمى أوابد لأنه مهما تبقيه عندك فإنه يبقى وحشي أي أن وحشيته ممتدة فلاحظوا الارتباط بين الأبد الذي هو امتداد الزمان والأوابد الذي هي امتداد الوحشية للبقر الوحشي ومنها تأبدت المرأة على زوجها إذا امتنعت عنه امتناعا تاما يعني هناك فرق بين أنه إذا تزعل من زوجها وسترجع إليه ربما نشدت عن زوجها النشوز في معنى يعني ممكن الرجوع أما إذا قلنا تأبدت على معنى أنها لن ترجع إليه أبدا في فيه معنى الامتداد للزمان نعم قال فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وهذا مناسب لمن لمن يعصي الله ورسوله وكذلك أيضا كأن النبي عسى صلى الله عليه وسلم يشير يشير بذلك على أنه عدم تنفيذ الأوامر أوامر الله سبحانه وتعالى يجعل الجميع تحت مظلة العقوبة وليس هناك معنى لنبي أو لغير النبي في حالة العصيان وحاش الأنبياء من العصيان لكن كأن المعنى هذا ولذلك كما قال تعالى لأخذنا منه باليمين ثم لأقطعنا منه الوتين لبيان على أنه ماذا فما منكم من أحد عنه حاجزين أي أنه لا يحجز أحد غضب الله وعقوبة الله صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يوقعها على عبد من عباده فالكل تحت قفضته والكل في فلك قدره لا يخرج عبد من الإنس أو الجن أو مما خلق الله أو حتى الملائكة عن قدرته وعن طوق قدره وهذا من عظمة الله سبحانه وتعالى وبيان على أنه لن يفلت أحد منهم ولذلك حتى الجن الذين يعني يتمتعون بالقدرة والسرعة والخوارق وغير ذلك يعني تحداهم الله أنه هناك حد معين أقطار السماوات لا يمكن لكم أن تنفذوا تنفذوا من بعدها يعني من أقطار السماوات أي أنه اجتياز هذه الأقطار لا يمكن لكم أن يكون هذا الأمر إلا بسلطان إلا بإذن الله فيبقى الجميع ويبقى كل شيء في الكون هو تحت قدرة الله وتحت أمره يعني نتوقف إن شاء الله إلى هذا القدر على أن نكمل بعونه تعالى في الدرس القادم إلى ذلك الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر